يختتم منتخب مصر الكرة اليد مشواره في الدور الأول ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في تونس بمواجهة منتخب الكنغو الديمقراطية اليوم في الجولة الثالثة وفز المنتخب الوطني في أول مواجهتين على غينيا وكينيا على الترتيب ويتأهل الفائز بالبطولة إلى أولمبياد توكيو 2020 فيما يخوض الصاحبة المركزين الثاني وثالث التصفيات العالمية المؤهلة للأولمبياد